وللمزيد حول تدعيات هذه الفيضانات معنا مباشرة من لشبون الخليل شريف الخبر الدولي في الإشكاليات المناخية والبيئية أهلا بكم سيدي أهلا بكم شكرا على الاستدار إذن نبدأ معكم بأبرز الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الفيضانات في المغرب أولا قبل كل شيء أشكركم على الاستضافة بادي أدي البدء يمكن تلخيص أسباب هذه الظاهرة الطبيعية التي يمكن أن تكون استثنائية أو غير استثنائية بداية شهر التسعة دائما ما يكون هو حلقة تربط ما بين فصلين مختلفين وهو فصل الصيف المعروف بارتفاع درجة الحرارة وفصل الخريف الذي يعرف انخفاض متوصل جدا إضافة إلى ذلك احتمالية تواجد كباحثين لا يمكن أن نجزم جزما قاطعا على أن هناك تأثير كبير للترائيبات المناخية صحيح يظهر ذلك التأثير في المنخفضات أو هذه التكتلات الهوائية التي تعرف اختلاف درجة الحرارة ما بين الشمال والجنوب وهنا ما يعرف بالظاهرة التي تؤثر على هذا ما يسمى بالظاهرة النيني يعني أن هناك التغيرات المناخية التي يتمثل في هذه المنخفضات الهوائية المرتفعة درجة الحرارة مع التقائها مع منخفضات هوائية مدارية تعرف انخفاض في درجة الحرارة وهذا ما يسمى بالتطرف في هذه الظاهرة الطبيعية وما يؤكد لنا كباحثين على أن هناك تواجد لما يسمى بتأثير التغيرات المناخية إضافة إلى ذلك الجيولوجيا المنطقة أو التضاريس يعني منطقة الطاطة هي منطقة تعرف جيولوجيا مختلفة باتاتاً عن بعض المناطق المغربية وهناك التساؤل لماذا لم يقع هذا في شمال المغرب أو في مناطق أخرى يعني هذه المرتفعات تساعد مثلاً في انخفاض درجة الحرارة الضغط سرعة الرياح وهذا ما يجعل نسبة هذه المدارات الهوائية تكتلها على هذه المنطقة التي تحتوي على نسبة عالية من التساقطات وتؤدي إلى هذه السيون وأنتم على دراية بالجغرافية هذه المنطقة هل تتوقعون استمرار هذه الظاهرة المناخية في المنطقة؟ كما قلت أن شهر التسعة دائماً هو شهر يعني يعرف انتقال ما بين فصلين مختلفين ولكن هذا التأثير الذي يعني ينضاف إلى ما هو طبيعي وما يتعلق التغيرات المناخية يؤدي غالباً إلى مثل هذه التساقطات في مثل هذه المدارات ستستمر مع استمرار تكتل هذه المدارات الهوائية ومع اختلاف درجة حرارة بين الشمال والجنوب وربما سنتقل إلى مناطق أخرى يعني تتميز بنفس الخصائص والمرتبطة بدرجة الحرارة الضغط سرعة الريح يعني من المتركب كما ذكر تقريركم على أن ستستمر هذه التساقطات إلى ساعات متأخرة ربما من ليلة اليوم ولكن هل تتوقعون استمرارها لأي كام؟ نحن نتحدث عن ساعات هل هناك توقعات أن تستمر هذه الحالة لأي كام؟ طبيعة الحال يمكن أن تستمر مع تكتل هذه المدارات الهوائية في المنطقة نعم كسؤال أخير سؤال توعوي نختم به هذا الحوار سيدي ما هي رسالتكم بما أنكم عارفون بمجال المناخ ما هي رسالتكم لسكان هذه المناطق المتضررة وأيضا هذه المناطق المجاورة لهذه المناطق المتضررة يعني كرسالة توعوية ما يمكن أن أقوله كباحث في هذا الإطار وكون أننا في معظم الكوارث الطبيعية ومثلا هنا في البرتغال نقوم بذلك على مستوى الحرائي هناك يكون هناك اتصال بين الباحثين وصلنا على القرار لأخذ القرار المناسب والتواصل مع المجتمع المدني للحيطة والحضر واتباع أسلوب توعوي يكون في الأوقات الاستعجالية لا يمكنني أن أقدم نصائح مباشرة للمواطنين غير ذلك ممكن أن ينطبق الأمر على المغرب هو أن يتجند المغرب بالباحثين المغاربة على المستوى أرضية الواقع ويتم اتخاذ القرار المناسب سواء في الابتعاد عن المناطق التي تعرف البناء بحافة الويديان وهذا نقطة ربما لم أترها لأن المناطق عرفت سيول في بعض الويديان التي لم تعرف سيولا منذ سنوات عديدة جدا وهناك بعض البنايات أو بعض المنشآت التي تم بناؤها دون احترام لبعض المعايير والآن يتم اختبارها بهذه السيول يعني يجب الابتعاد قليلا عن بعض هذه المنشآت أو بعض البنايات وأيضا يجب احترام القانون البناء بالقرب من هذه الويديان أو القناطر أو الأماكن الحساسة التي يمكن أن تتضرر بهذه السيول غير ذلك أتمنى من الله أن يمر ذلك بردا وسلاما على ساكنة المنطقة وانطلاقا في المستقبل يعني كنورة مستقبلية القيام بأبحاث يعني ربما استباقية يتم الاعتماد عليها من أجل نعم والمغرب اعتمد في هذا الإطار استراتيجية وطنية لمكافحة الكوارث طبيعية وتعامل معها شكرا لكم سيد الخليل شريف الخبير الدولي في الإشكاريات المناخية والبيئية تحدث لنا من الإشبونة شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات شكرا لكم شكرا لكم